الآلي صاحب الرقم القياسي للفوز المتتالي في مسابقة الدورة عنده 17 مباراة متتالية في وقت الكابت مستر مانوال جوزيه موسم 4-5 2004-2005 كم؟ كم؟ 17 انت الوقت عامل 12 المرة التانية مع فيلر في موسم 19-20 وصل لـ 14 كولر حتى الآن 12 مباراة متتالية سنة دي في وسط الجدول المزدحم جداً بعدد المباريات الكتيرة اللي فريق الأهل لعبها لعب في الدورة حتى الآن 23 مباراة فاس في 18 اتعادل 3 مرات وخسر مبارتين الأهل برغم أنه هو الأقل عدداً من المباريات في الدورة لعبها إلا أنه الأفضل هجوماً سجل 54 هدفاً واستقبل 20 جون استقبل دي اللي كتيرة بقى برامز لعب 27 مباراة الأهل لعب 23 وبرامز 27 يعني برامز زيادة 4 مطشات لكنه في الفوز فاز 21 مرة وتعادل 5 مرات وخسر مباراة الأهل عنده 54 هدف برامز عنده 49 هدف الأهل يستقبل 20 برامز استقبل 17 هنا بقى ده رقم أستاذ إبراهيم الحسامة الدفاعية البرامز تبدو أفضل أه طبعاً أولاً عدد 17 فعدد مطشات أكتر أكتر أه فده ودايماً أنا بقول إيه ده في كل الألعاب جمعي أستاذ إبراهيم أي أنك تفوز بالدفاع المحكم بالزبط يعني الناس أنا دايماً معني أولاً أن الدفاع يبقى معكم الوصول مرماية مش ساعة الطريق يعاني وأستطيع أن أفوز هذه معادلة سحرية للفوز بالبطولة طيب إيه اللي جاي اللي جاي صعب واللي جاي عايز روح لعبة الأهل بجد الدور ده دور مهم جداً جداً المتبقل الآلي ضمن مباراة بالإضافة المطش الغد الجمعة 11 مباراة لكن الخمسة اللي جايين بتوع يوليا هم الخمس مطشات المؤثرين جداً اللي فيهم الده أه اللي فيهم الده لأن فيهم اتنين بيرامدز اتنين بيرامدز لا وكلهم فرق اتنين بيرامدز والمصر وسيراميك طب إيه وفيوتشر يعني القلب الضبط هيلعب بكرة 12 مع البيرامدز على طول يوم 16 هيلعب مع مودرن سبورت اللي هو مودرن فيوتشر يوم 22 هيلعب مع بيرامدز ستة وعشرين هيلعب مع المصري تسعة وعشرين هيلعب مع سيراميك وأيام ايه فعنده بالزبط من 12 لتسعة وعشرين بنكلم فيه سبعتاشر يوم بص بقى فيهم خمس مطشات وانت بتقول هذا الكلام اه انا بقى كولر بفكر ازاي ايوة يبقى من القيمة النهاردة فضل مستر كولر اه انت تستغرب راجل واخد راجل المباراة هو بره مطش النهاردة بره القيمة عمر السلائي اه وكهرباء دخل التمرين بس بره القيمة وفرسيتاو نجم الموسم في الدور الاول بره القيمة السلائي مطش اللي فات هدف اه اه واخد بالك انت ده بيدلك على حاجة ان الراجل ده بيلعب النهاردة بيفكر في بكرة اه اش هذا الثلاثي انا متأكد حبقاله دور قوي في المطشات القادمة لانه محتاج انه جاهز بودلاء عالمستوى ده هم دول مش بودلاء مفيش بودلاء في النادي الاهلي اي في لعبة اه تصنيف اول بس اللي مش موجوده النهاردة هو عشان دوره جاي بكرة فخلينا نطول بالنا كده ونسيب الراجل وانشوف هنوصل لايه اه في ما هو قادم لانه واضح جدا انه هو بيلعب زي ما قلتلك كل المباريات مباريات كؤوس طيب قلتلكم الخامسة بتوع يوليو دول الحاسمين اتنين بيرامدز وفيوتشر والسيراميكا والمصري دول الخامسة المؤسرين بعدها بقى يبدأ الاهل شهر اغسطس يبدأ الصف الحر قوي بقى لانه من واحد لسبعتاشر اغسطس لسبعتاشر يوم دول بتوع اغسطس الاهل هيبدأ اغسطس بمواجهة البنك الاهلي ثم المؤولين اربعة اغسطس يوم تمانية مع اسموحة يوم حداشر مع زد يوم اربعتاشر مع امبي ويختم الدوري مع مودرن سبورت يوم السبت سبعتاشر تمانية انا الجوني التاني ده اللي طلع بكرة من وراء القدام اه مين رامي مين لا 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 مش رامي لا ياريت ياريت نشوفه تاني كده ده شوارب بقى معلم يجيبه لنا تاني بسرعة السلائي ده ولا مين ده مين اعمر كمال اعمر كمال انطلاقه رائع جدا بصراحة اعمر كمال هايل هايل لانه هو التخطي اللي ضرب به خط الوسط هو اللي عمل الجون ده الجوني اللي تلغى بقى ده احلى جون في الدوري طيب في سبع مباريات دي انا قلتلكوا الحداشر ماتش بتوع الاهلي السبع ماتشات بتوع بيرامتز هما اخف كتير يمكن باستثناء الماتشين اللي مع الاهلي الباقي عنده ماتش مع الزمالك يوم 26 يوليو يعني الاهلي بيرامتز هيلعب مع الاهلي الجمعة ويستنى اليوم لتنين عشان يلعب الاهلي تاني يعني هستنى عشر ماتشات بدون لعب بين الماتشين ما عندوش ماتشات هيلعب مع الاهلي اتناشر واثنين وعشرين بعدها على طول ستة وعشرين يعني هو هيبقى الماتش التاني فراحة والاهلي رايح له اه الاهلي هيبقى لعب ماتشين وهو ملعبش خارجه طب الناس اللي عملها تقولي الاهلي والمجاملات هو ده منطق ده يبقى نادي بيجامل يعني انا اقعد اتناشر يوم اتضرب على الخط اللي هلعب بيا النادي الاهلي وريح براحتي وريح براحتي وعالج اصاباتي وتكتيكيا واعمل بروفات واعمل ماتشات ودية واروح وعانا عشر ماتشات مش مرضوض عشر تيام عشر تيام وتقولولي الاهلي بيجامل والنبي يعني في العشر تيام دول يعني الاهلي حيبقى لعب انا ما بقولش ان ان البيريمت بيجامل لكن الجدول كده مهضاء قيمة الظلم اللي النادي الاهلي صحيح طيب السبعة ماتشات Holding قلتلكوا هيلعب مع الاهلي الجمعة وهيلعب مع الاهلي يوم لتنين 2 سبعة و بعد كده يلعب مع الزمالك ستة وعشرين سبعة يلعب مع فارك يوم ثلاثين ويلعب مع بيرامدز يوم اربعة ومع الدخلية يوم اربعة 100 بصوا بيلعب اربعة واربعة لانه ما مع مين بعد الدخلية مع الزد اربعة والدخلية اربعتاش ويختب مع طلاعي الجيش يوم سبعتاش في في ماتش عنده في دوري ابطال افريقيا وفي ماتش كاس في النص. اه ده ده بيرامد. اه. عنده ماتشين في النص. اه. اه. لا مش في ماتشين الاهلي. ده في اغسطس في نهاية الدوري. لا في الايام اللي مرتاح في عشرة ايام. لا عندهوش. ما عندهوش حاجة خالص. اه. اه. طيب قلتلكوا